دي جوخ هل الحجر الصحي مازال مفروض على الوافدين بالخارج ولا لا؟ هي هو أقبل كل شيء شكرا على استضافة سامحوني على التأخير الحجر الصحي للإجباري اللي تم إقراره أخيرا هو في علاقة بالسولادات الجديدة لظهرت يعني يقول قائل إخي الحالة الوبائية معناها ما هيش باهية والعدوى المجتمعية يعني صارت في تونس علاش نعمل في حجر صحي على الوافدين الحجر الصحي على الوافدين هذا يراه جاء للحد من انتشار أو دخول السولادات الجديدة اللي ظهرت في بعض الأماكن هو قرار فيه جزئين الجزء الأول يتعلق بمنع الصفر من وإلى البلدان اللي فيها عدوى مجتمعية في علاقة بالسولادات الجديدة اللي هي بريطانيا وافريق الجنوبية والبرزيل ولكن فيما عدا ذلك يعني كل البلدان هي معنية بالحجر الصحي الإجباري شمعناها حجر صحي إجباري؟ معناها كل واحد جاي داخل تونس يلزم يستظهر بما يفيد أنه قام بالتحليل منتع الـ وما يلزمش التحليل يعني عمره يفوت اثنين وسبعين ساعة عند التسجيل للصفر هذا من جهة من جهة أخرى يلزم يستظهر باكل وصل منتع الحجز والخلاص في المركز اللي في مركز من المراكز اللي تم وضع لهذا الغرض والحجر الصحي هي أسبوع مدة أسبوع مشفوعة بتحليل والتحليل هذا إذا كانوا سلبي هو الوافد يخرج من الحجر وإذا كانوا إيجابي هذا يتم نقله مباشرة إلى المراكز متع العزل المختصة اللي هي موجودة في تونس هذا بصفة عامة يعني ملخص للقرار الإخراني لأنه وسمعنا بارشة حديث وسمعنا بارشة نقد عليها شحنا الحالة اللي بقية متاعنا معناها ما تطمنش وامورها تعبا ولكن أحنا فرضنا الحجر على الناس اللي جاين برا يسيد يراه الهدف منه بالأساس على كل وقاية من دخول السلالات الجديدة اللي معروفة بسرعة انتشارها وتعرفوا أنت مش نساير في الأدول الأخرى سي محمد هو القرارات هذه بدأت باليوم تنفيذ متاح هكا ولا أي حبوا نفهمه الساعة وضحوا برشة للتونس لأنه برشة ثم برشة غموضة عند التواس مش كون تشمل بالضبط خطر أنت في حديثك تحكي تعمم على الناس كل لكن بالنسبة للمليوم يظهر لتوانسا هم المعنيين أساسا بها توانسا يسافروا وليمشيوا ويجيوا إضافة للأجانب ولكن ثم زادا هناك بعض الاستثناءات على الأقل وضحنا المسألة هذه مش نبدأ وضحين لأنه بالحق اليوم يوم مفصلي في تاريخ الحركة الجوية في تونس معناها اليوم اعتبر يوم مفصلي صحيح كلامك معقول سيحافظ هو المشكلة الي وجدنا رواحنا فيها وانا عندي جمعة تو احنا ما اعلننا على القرارات للأسبوع الفارض على أساس عطينا أسبوع باش الناس تتأقلم وتحضر رواحها سواء كان الكمبانياريان سواء كان المسافرين إلى غير ذلك ولكن شنو صار ولات تو معناها كأنه اعتصام أمام مقر الهيئة الوطنية للسلامة الي انا موجود فيها معناها والناس كلها تحب تولي حالات استثنائية لأن الحالات استثنائية ايش معناها احنا حطيناها غادي باش نخليوا الباب مفتوح لكن الناس اللي عندها هي بالحق حالات استثنائية ايش معناها حالات استثنائية معناها انسان عنده اندوسي ميديكالور مثلا انسان ما نجمش يقوم بروحه وحده انسان عنده ديبندانس بالانسولين انسان عنده معناها امراض تتعلق بالقلب وادوية وإلى غير ذلك ووجوده وحده ينجم يأثر عليه الحالات استثنائية تنجم تكون حالات وفاة تنجم تكون حالات مربوطة بامور مهنية مثلا انسان رجل اعمال جاء لتونس ضروري باش يصحح على شهرية الخدامة وقال باش يصحح في مشروع يعني يرجع بالفائد على تونس كيف كيف زادة كيف يخرج في مهمة رسمية وضروري انه ماشي امكانية باش يتأجل هذو ما الحالات اللي احنا ندرسوهم حالة بحالة ونعطيوه فيها استثنائات ولكن الاشكال هو انه الحالات الاستثنائية الحقيقية هذه معناها واضحة وفي بعض الحالات ما يجيوش ولكن الناس الاخرى اللي الاغلبية مايش معنية هي لو لا تشد الصف وتعارك على الحالات الاستثنائية وهذه مشكلة لانه احنا يجب التوانسة نفهمه اللي راه اذا كان احنا اخذينا الاجراء هذا راه وعنده هدف معين والهدف هذا اذا كان احنا ما ناش مقتنعين به الناس كل واذا كان الناس كل معناها كل واحد يفكر في روحه وانه كيفاش يزرف كيفاش ما يعملش هكالحجر الصحي الاجباري علاش لانه ما يحبش يخلص كل اسبوع هذي ولت مشكلة وقتها معناها الله لا يقدر اذا كان تدخل لنا السلالات الجديدة ربما معناها باش تكون اشكالية كبيرة وتعرف وانتمتوها الحالة الوبائية تعرف طاقة الاستيعاب في علاقة بمعناها اقسام الاسعاف مراقص يعني العناية المركزة هذا من كل يعني وصلت وصلت الذروة وكل ما فم حالات جديدة الا ويتم فم ضغط كبير وطلب كبير على الاقسام هذه ووالله يستر ان شاء الله ما نوصلوش لكل الناس اللي تبدأ ضروري انه يلزمها الانعاش ولكن ما توجدش طاير نخجو فصل ورجعين ووصيح حبارنا مع سيد محمد ريف حرائي سجنة الحجر صحي قلنا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحجر صحي في القناة على ديونة فهم تفضل حف سي محمد مش نكونوا اكثر وضوح كل ما هو تونسي سافر الخارج لأي بلاد وكانت وطبعت الحال ثم بلدان اذا كمعانش عن الحق يمشوا لها ولا نجيوا منها هكا ثلاثة بلدان اللي هما بريطانيا وافريقيا الجنوبية وبرزيل غير هذوما كل ما هو تونسي مشاء سافر ورجع آليين يزموا يمشي يقعد اسبوع في فندق هكا هذا هو في قائمة محدة من الفنادق هذا هو وكل ما هو اجنبي يدخل التونس لابد يعمل نفس الشيء كل من هو اجنبي لابد اقبل ساعة ما يدخل الا ما ياخذ الترخيص لانه يعني جاي يلزم يحدد اشنية المهمة وعلاج داخل التونس لغير ذلك واذا كان المهمة ضرورية احنا نعطيه الترخيص ما فهم حتى اشكال ولكن قبل كانت الاستثنافك المهمات القصيرة اللي ما تتجاوز خمس ايام شوفنا اللي للأسف فهم ناس حتى ناس تعانا تعمل التجارة توريزم يمشيوا ويقضي القضية ويروح في ثلاث ايام وبدأت حتى هكا السيبورتير متاع الحباء متاع الفرق الرياضية يسافروا الى غذلك وتعرفون انتش معناها اختلاط ويرجعوا هكا علاش تم يعني اتخاذ القرار بضرورة تعميم التحليل على الاقل باش نقصوا من الاعداد الكبيرة في هال الامور هذين معناها بعبارة اخرى الانسان الاجنبي اللي حبي يجي لتونس قبل ما يجي لتونس قبل ما يقص تسكرته يكاتبكم منتم ياخد الاذن من عندكم منتم يفاخذ الاذن يقص تسكرته ويعمل تحليل بي سيار ويجي لتونس هذا هو هذا هو معناها هما عادة الاجانب عادة الاجانب اللي جايين هما في مهمات رسمية مهمات رسمية الاغلبية وهذه هما احنا ندرسوهم حالة بحالة ويتم ترخيص مفهماش اشكال يبقى انه التوانسة اللي هو خارج في مهمة وإلا جاي لتونس سواء كان تونسي وإلا ما هوش تونسي إذا كان الفترة يعني قصيرة هذيك هي اللي يتم دراستها حالة بحال يعني احنا المشكل الكبير هو أنا هما الناس اللي معنيين بالاستثناءات هذي مشكلة كبيرة وبقين توا انعنيوا منها والعباد الأغلبية ما فهموش اللي راهوا حالات استثنائية حالات هاك اللي الحجر الاجباري يضر صحتهم وإلا الحجر الاجباري يعطل المصالح آآ متاعه معناها واحد جاي مثلا من الخارج وإلا آآ مشاه في مهمة باش آآ يمضي على معناها الشهرية متاع الموظفين متاعه آآ وإلا آآ جاي معناها آآ في إطار آآ محدد آآ فما آآ كلا اتفاقيات ثنائية باش يتم امضاعها إلا غير ذلك هذا من الكل اللي احنا ندرسوهم حالة بحالة وآآ ويبقى أنه التفاهم مطلوب طيب بالليه ملاش تكنت المسال عندك سؤال على الوهدين خطر عندي آآ فعلا آآ خطر ثم برشة شركات آآ شاكر آآ اللي هي قاعدة تخدمها الانترناسيونال آآ شركات تونسية وعندها معناها قايمة مطويلة برشة من الموظفيها والعاملين فيها اللي يمشيوا يسافروا يهزوا ملفات يجيبوا ملفات يعملوا جالسات يدخلوا في مرشيات يدخلوا في مناقصات الناس هذوما يقول لك أنا نسافر ثلاثة أربع مرات في الشهر ربما أكثر أقل فهمتي إذا كان كل مرة نجي ونقع جمعة أنا في وطيل نوقف خدمتي ما عادش لا هو برك الله فيك سيحافظ خطر سؤالك مهم جدا هذوما احنا واخذينها بعين الاعتبار واحنا لهنا ما ناش باش نعطله ولا الاقتصاد ولا ولا إلا الهدف الوحيد متاعنا هو كيف يمكن لنا أن نحض من إمكانية دخول هالسلالات الجديدة في إطار منظم لأنه زاد هو باش يخرج وإلا باش يدخل فما السيركوي محدد والهدف محدد والحتى مكان الإقامة والناس اللي باش يمشي لها واللي تيني رارب كله يبدأ محدد في الملف يعني ما فماش إشكال من الحياة هل تم رصد السلالات الجديدة موجودة في تونس حالات هو الرصد أي ولا من العدم أنا هذي حسب الأخصائيين المعنيين بالتحاليل إلى حد الآن ما فماشي السلالات الجديدة هذا حسب تصريح الأخصائيين والعهد على من أيوه من على الأخصائيين أيوه أيوه طيب اليوم العالم لكل تقريبا مغلق أوروبا تستعد لمواجهة موجة أشد فتكا رغم بداية التلقيح في الدول الأوروبية ونعرف اللي فيه مش كون تخل في الكونفينمون علش أحنا ما فماش حجر صحي شامل هو هذي سؤال يطرح سؤال مطروح بحده وتعرف أنت رأو الحجر الحجر الصحي الشامل قبل كل شي ساعة أحنا القرارات اللي ناخذها حتى تم تطبيق وقت اللي أحنا ناخذ قرارات تمنع التنقل بين الولايات وقت اللي ناخذ قرارات تمنع التجمعات تمنع العراس تمنع تمنع ولكن في الواقع الحقيقة بقينا اللحظ الليل أمور ما هي شي كيف ما نحب لأن وزارة الصحة من خلال اللجنة العلمية تدرس الإشكاليات وتعطي المقترحات وقت اللي تم اتخاذ القرار راه ومهش وزارة الصحة هي لتطبق وهذه للأسف أحنا لو كان طبقنا الإجراءات اللي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الموجهة والحجر الموجه رأنا ما ناش في الحالة هذه لأن اللي نعيشوه باش نكون واضحين هو أنه فما استهتار فما شريحة معينة ما تحبش تستعرف بالإجراءات الوقائية خاصة منها هاكل المعروفين اللي واحد ما عادش ما عادش يحب يعودهم لأنه تعاودوا فما كلمات ما عادش نحب أن نعود واثنين يعني الإجراءات هذه ثم يعني إدارات وفما هيك المعنية بالرقابة لابد أن تتحرك بصراحة بجدية لأنه يزم تكون فما نجاعة في تطبيق القانون في تطبيق الإجراءات ونتصور أنا إذا كان ما عادش نجم ونسكر ولحقيقة إحنا جربنا المرة الأولى مقتل تعمل حجر صحي شامل راهوا فيه إجراءات مصاحبة وإجراءات المصاحبة بالأساس في علاقة بالأمور الشمعية لغير ذلك هل نحن قادرون على هذا هذي السؤال سي محمد سؤال يطرح نفسه مشاني مش نطرح قال الرجل وهو بالحق يتعلق بالحركة السياحية معناها معناها نقوله الوفود السياحية وداعا بعد يجينا حتى وفد سياحي معناها معنا نقوله الوتلة سكروا على رواحكم ويزيوة اللي حصلتوه معندكم ورا بقعدين وفدت الحكاية لا هو سيحافظ مش وداعا لا لا لحكي لك المدة هذي على الشر هذا وما علاقة لا المدة هذي لحقيقة يصعب جدا مش نتكلموا على تنشيط سياحي لغير ذلك معناها مش يصعب بعد كلوها بوضوح معناها المروح حتوشكون لجايك في ظروف كم هك معناها وضايا تم مرحبا بي مرحبا بي سياحي قاعدين يمشيوا ويتحركوا في برشا بلدين قاعدين يمشيوا ويجيوا شوف شوف سيحاف احنا كلجنة حجر صحي احنا ماذا بينا الاقتصاد الكل يمشي ماذا بينا السياحة تتحرك ماذا بينا كل واحد اللي كان يعطي في 50% واللي يعطي 200% من رون دماء ولكن رأوا فما واقع واقع نعيشوه الواقع هذي للأسف بكل مرارة ما فماش تجاوب كبير من أطرف الكل سواء كان من المغاطن من السلطة الرقبية الى غير ذلك وهذي احنا اذا كان من المنبر هذا ولا هو مسموع دعوة ملحة لانه راه صحيح عنك الفكرة متاع مجيكا الغيري وهذه هي الخايبة لانه الله يقدر اذا كان بيش توصل الأقارب وتوصل الناس الاتعزها راه يتولي مشكلة كبيرة لانه في وقت من الأوقات اذا كان الطاقة القصوى تعدات ما عادش فما امكاني بارة اخرى خلينا نسهل هلك اكثر مهم كان يجيك تورو بيراتور انت سي محمد راشح يبوصفك المدير المسألة هذي ويقول لك هاي قائمة متاع السياح اللي جايو يحب يعدي وجمعة تقبلهم ولا لا نقبلهم بشروط بالطبيعة اللي هما اللي هما معناها السركوية بدا محدد في إطار مؤثر إلى غير ذلك ما عنديش اشكال بالعكس محدد معناها ورد بالك انت شروطك انت تقول ان كل واحد يقعد في بيته ما يخرجوش منوتين ما يتقابلوش مع بعضهم ما يشوفوش بعضهم هذا هو الحجر الصحي اللي يتعملو فيه معناها ما يقعدوش في رستورو ما يخرجوش يحاوسو البرة في الشارع هذا الحجر الصحي لا هو احنا قبل سيحافظ عملنا استثناء في الناحية هذا وقت لا تبدأ كليتورو بيراتور وجاية معناها فرق مؤطرة يبدأ السركوية محدود وكيفش وين باش يتنقلوا ويباش يسكنوا ما عندهمش علاقة بالمواطنين فماش اختلاط هذي احنا ديما نشجعوه معناش مشكلة يبقى انه يبقى انه توا ساري المفعول ام لا هذي نقطة معناها لابد ان نسألوا عليها فماش اشكال انا اذا كان المشكلة يطرح انه مندرسوا حالة بحالة المفيد هكا الوقت اللي نعطيه الترخيص الترخيص ما يزموش ينعكس سلبا على امكانية العدوى والناحية البيديميولوجية لكن بالطريقة هذية ما يقال حافظ ما يجيو كيف تقول وما تغتلتش وما تعمل استغتلات وكل واحد واحد ووشد بيتك ما لها الاجرات اللي تحكي على هنت قلت احنا نقبل بشروط الشروط هما ما يقبل هاش وكل كلم نجيش هيو لكن سي شاكر يزم نعرف وشنو نحب صحيح احنا مشكلتنا توا في عركة مباشرة مع الفيروس كيفاش بش تنقص منه اكثر ما يمكن احنا ما ناش بش نسكر وكريمان وما ناش بش نحد ومعناها بش نمنعوه بش يتنقل هو موجود وخاصة معناها السلال اللي قديمة ولكن على الاقل نقصه كيفاش نقصه بش هك الذروة معناها ما تتعداش امكانياتنا اللي هي نعرفوها كل امكانيات محدودة الحجر الصحي هذا اللي وقتاش بش تواصل حتى حد ما نجم يجاوبك سيحافظ اللي عملته هنتي على كل مرجات حتى حد ما نجم يجاوبك مفتوح مفتوح لانه حسب تطور الحالة الوبائية وحتى حد ما نجم يجاوبك لانه احنا ماذا بينا الحالة الوبائية تركح وقت هدو تبدأ لامور منظمة ونرجع بشوية بشوية لحياتنا العادية بالله في الثواني اللي ما زالت فيروس اللي اثار الرعب في العالم طوى ولنا ما قال الاخر ولت الحديث عليه هو ما عادش على الكورونا فيروس شنية حكايت وشنية امورنا معه والله اشوف احنا اشوف هو رو مش كان الفيروس وحتى اللقاحات فم برشة حديث من بور وكونتر الى غير ذلك ولكن احنا بالنسبة لنا خلينا ساعة احنا في تونس نسكروا هال المنافذ اللي نجم يدخلون منها لنواع جديدة ولكل حادث حديث للكل حادث حديث سكرا لك محمد الربح على حضورك معنا وعلى كل هذه الاذاحات في المرايب على ديونة فن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة